قررت إدارة الإفريقية التونسية عارت لعبها الجزائري المستخدم من فريق اتحاد الحراش حميد جوشي إلى صفوف نادي حمام الأنثى التونسي لمدة موسم الواحد وهذا وفقا لما أشارت إليه تقارير إعلامية تونسية والتي أكدت على توصل إدارة الناديين إلى أرضية اتفاق نهائية غير أن المشكلة والذي قد يحول دون إنجاح السفقة هو عدم فسخ اللاعب الجزائري الفرنسي للفريق بوشار ابن المدرب الفرنسي جراء بوشار لعقده مع النادي